استقبلت مصر الأسبوع الماضي أولى الرحلات السياحية بمدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف تام دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة وهو ما نناقش في هذه الفقرة مع ضيفي الأستاذ مجدي صادق عضو غرفة الشركات السياحية أرحب بك أستاذ مجدي أهلا أستاذ نسمى أهلا بحضرتك بتأكيد لم تكن هذه الرحلات لتصل في 1 يوليو إلا بعمل مسبق لشركات السياحة متى بدأت الشركات للترويج لسياحة في مصر؟ هو طبعا بعد الأزمة بتاعت كورونا كان العمل دوت كان منحصر بين وزارة السياحة والأثار وبين وزارة الصحة الوضع المنظومة الصحية لاستقبال السائحين في مصر وبدأت من 1 ستة إلى 15 ستة منظومة صحية معينة وبعد ذلك من 15 ستة إلى 30 ستة 1 سبعة بدأ استقبال الأجانب بعد فتح المجال الجوي لأن المنتجات المصرية اللي هي شرم الشيخ والغرداء ومرسى عالم من مناطق دي كلها مناطق بحر فدي مناطق صحية ومصر كجو ربنا حباها ليه مصر من الدول المنصوح بيها لأمراض كتير جدا لبعض الأمراض الصدرية والأمراض الجلدية لدرجة أنه كان زمان أغنياء العالم كانوا يجي يعيشوا في لقصر ويعيشوا في أسوان زي اللورد كارنارفون اللي مول اكتشاف مكبر التوتعان خامون لأن كان منصوح له بالجوء بتاع مصر أولى الرحلات كانت رحلات الطيران كانت لشارم الشيخ والغرداء كانت من أوكرانيا لماذا تحديداً أوكرانيا؟ هو فيه طبعاً اتفاق بين الوكيل السياح التحف مصر وكيل من كبار الوكلة وكان بدأوا التحضير مع بداية فتح المجال الجوي يبدأوا العمل يعني فبمجرد بدأ فتح المجال الجوي هم بدأوا العمل على الطول لأنه هم كانوا جاهزين بالشهادة الصحية اللي حصلوا عليها من وزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي وبالنظمة الصحية الصارمة المحددة والمكاسات الحرارية في كل مكان ودور كامل معمول في كل فندق عشان العزل بتاع لو أي حد أصيب بكورونا بجانب أن في بعض الحوافز أذرتها وزارة السياحة المصرية الحوافز اللي هي طبعاً ما فيش تأشيرة لجميع الدول العالم في الوصول من دلوقتي لحد 31 أكتوبر خفضوا أسعار الوقود نفس الوقت في حوافز كتير جداً اتقدمت عشان الجاسب السياحي وعودة السياحة بمناسبة أن حضرتك اتكلمت على الحوافز وأنا قرأتها كتيراً بنود كتيراً وأنا بقرأها حقيقةً قلت طب مدى تأثير هذه البنود على المكسب المادي في هذا التوقيت يعني قريدي بالقطع القطاع السياحة خسران خسارة شديدة جداً هذا العام تأثراً بفيروس كورونا مع هذه الإجراءات كمان اللي اتخذتها الحكومة أو الإجراءات الإلزامية إنجاز التعبير أو الحوافز كمان القطاع أعتقد بيخسر مش بيكسب من جراء فتح الطيران أو فتح شركات السياحة أو استقبال السياح في هذه الفترة والله أنا كنت نادت بمبادرة والحمد لله بدأت ترفيزها اللي هي مبادرة مصر في قلوبنا دلوقتي الناس عايزة تبتدي ترجع تاني الشغل ومش مشكلة المكسب المكسب جاي جاي يعني بس نبتدي نرجع الشغل لأن انت عندك الحوافز مهمة جداً عشان تجذب السائح إنه يتحرك ويجيلك بعد الفترة اللي هو كان موجود فيها وبرضه كان محصور جوا بيته وكان عنده ريستريكشن عالية جداً جوا بلده أبرز الدول اللي بدأت ترويج لها للسياحة كانت إيه؟ غير أوكرانيا وسويسرا الرحلات اللي بدأت تأتي إلى مصر إيه الدول التانية؟ إحنا بنبتدي نسوق في كل الدول يعني على مستوى الشركات السياحة لأن انت تعلم إن في بعض رجال الأعمال والرجال السياحة المصريين يملكوا شركات السياحة في الخارج فعن طريق الشركات اللي بيملكوها ديه فبدأت ترويج ولكن في دول معينة قالت مصر بالنسبة للسياحة مفروض عشان يبعطوا سياحهم مثلاً زي ألمانيا من 31 أغسطس فسببه شهر أبريل وشهر أغسطس كله كفترة لحد لما ياخدوا قرار بعود السياحة الألمانية السياحة الإنجليزية فإنما احنا بنسوق في الدنيا كلها وإحنا تعلمنا كمان إن السياحة هي منظومة متكاملة فتعلمنا من الأزمة اللي احنا كنا مررنا بيها بتاع الثورة وبعد كده الحصار السياحي بالأسواق الجديدة فإحنا حتى بنسوق في أسواق جديدة أسواق جنوب شرط أسيا كانت أسواق لا تترك بنسوق في أسواق أوروبا الشرطية فبنسوق في كل مكان والدول اللي بتسمح بسفر مواطنيها إحنا طبعا بنقدم حوافظنا وبنرحب بيهم في مصر بلدهم التانية طيب أستاذ مجدي كيف تقيم الشركات الأجنبية إجراءات مصر في التعامل مع جائحة كورونا هو تقييم الشركات بيبقى تقييم راجعة لوزارات السياحة الخاصة بيهم ما بيبقاش تقييم شركة خاصة لأن أنا دلوقتي مثلا يعني دولة زي الشقيقة الكويت الشقيقة الكويت لسه ما فتحتش المجال التغيران الجو بين مصر وبين الكويت فلما الدولة كدولة تتخذ قرار يبدأ فيه كويتيين كتير جدا وعرب كتير جدا من دول الخليج وكمان من دول العالم المختلفة عايزين يجو مصر ولكن بيستنوا هذا الإجراء من دولهم والإجراء لا يتبع شركات السياحة الإجراء بيتبع الدولة كدولة لأن ده قرار دولة وقرار حكومة بالنسبة للإجراءات والنظم الصحية المتخذة إحنا في مصر عندنا نظم صحية متخذة ومرنا بتجارب عظيمة جدا زي التجارب بتاعة العودة العالقين اللي جوموا قاعدوا في مرسى عالم وقاعدوا في فنادق والحمد لله ما ظهرتش عليهم أي حالات والحمد لله مصر من الدول المصنفة طبعا في المنطقة اللي هي الكويسة يعني مش بمنطقة موبوقة ولا خطر بالنسبة لشركات السياحة فالحمد لله هذا التصنيف يا إيه التحديات اللي بتوجيها شركات السياحة في الفترة الحالية؟ أنت عندك دول منافسة جنبك عندك دول سياحية كتير فالتحديات بالنسبة لأنك أنت بتقدمي إيه في المنظومة الصحية وبتقدمي إيه في المنظومة السياحية على أساس تترجعي هذا السياحة على أساس أن هذا السياحة يتشجع أن يجي يصرخ فلوس لأنه برضو كان عنده أزمة لأنه ما كانش بيروح شغل فبناء عليه إحنا التحديات إن إحنا إزاي نسبت لهذا السائح إن البلد هنا في مصر يعني مستعدة لاستقبالك وإنك أنت هتأدي أجازة سعيدة وأي حدث هيحصل معاك إحنا مستعدين له دمام الاستعداد لدرجة إن إحنا من ضمن الحوافز لو سمحتك من ضمن الحوافز قلنا لو أصابت كورونا في مصر هنعالجت تماما على حساب الحكومة ده حقيقة فندم موجود من غير من تكلفة جنيه بالظبط أستاذ مجدي أخيرا كان فيه ظاهرة ملفتة للنظر جدا في أول يوم لاستقبال السائحين وهو مثلا على سبيل المثال في البحر الأحمر كان موجود المحافز لاستقبال السياح وأعضاء جهاز إداري من أكتر من مكان حتى غرفة السياحة ده السائح الأجنبي بيفهمه إزاي يعني محافز المكان نازل بيستقبل السياحة هو لا بيتكلم لغته ولا الطرف التاني يفهمه بس هو السائح بيستقبل هذه الظاهرة إزاي بيستقبلها بفرحة أصلا دي حاجة إنسانية أنا لما أشوف ناس مستقبلاني ناس شخصيات رسمية وعلى أعلى مستوى من الدولة زي معالم محافز البحر الأحمر وفي نفس الوقت أبص ألاقي فيه مزيكة وفيه احتفال أكيد أنا بقى فهم أن الناس دي هي مقدراني وتحتفل بي يعني أنا أكيد استقبالي لي هيبقى استقبال فرحة وحصل ممكن أكون يعني كأجنبي يعني أنا فهم أنهم فرحانين بوجودي وبيستقبلوني ولكن ما بقاش فهم يعني الرأسة دي كالرأسة دي بتشير إلى إيه يعني ولكن في الأول وفي الآخر هو بيبقى سعيد جدا وبيبقى باين على وشه الابتسامة وباين أنه هو شايف أنه هو مرحب به وشايف أن الناس كلها سعيدة بوصوله يعني وبيدي بتدي أثر طيب في نفسه ويقدر يتكلم عنها وأول متلفون هيعمله البلده هيقول لهم أن أنا استقبلت مزيكة واستقبلت استقبال رسمي من غير ما أنتظر دا يعني أنا مشكورك جدا وبهذا الاستقبال الجميل من مصر أستاذ مجدي صادق عضو غرفة الشركات السياحية شكرا جزيلا للمشاركة